تقول يعني بخصوص الصلاة أحيانا تقول أنا في الصلاة أشك إني والله صليت أربعة ولا ثلاثة تقول أروح وأجيب الركعة الرابعة وبعد الصلاة يتأكد لي بأني أنا صلاتي تامة وهذه صارت زيادة ماذا أفعل؟ أو العكس تقول يعني أحيانا أشك بأن صلاتي تامة وبعد الصلاة يتبين لي بأنها ناقصة ما العمل؟ أختم محمد بارك الله فيك أولا إذا كان الإنسان عنده وسواس وشكوك كثيرة فيطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه ويقبل على صلاة يقبل على صلاة ويتق الله في صلاة وقول يتق الله في صلاته أنه يستعمل الأسباب الشرعية في قضية الخشوع والانتباه إلى الصلاة هذا المعنى أما إذا كان لأ شخص طبيعي ما عنده وساوس أو يحيانا قد يطرح عليه وسواس لأنه ما منه إلا وهو ذاك الرجل يعني ما يسلم أحد من وسواس أو سهو أو شك أنا تكلمت في الفقرة اللي قبل شوي عن المريض بمرض الوسواس مريض كل صلاة لازم يقول فيها شيء أما الشخص الطبيعي فإذا والله الآن في الصلاة شك يقول أنا ما أدي ثلاثة ولا أربعة يجعلها ثلاثة ويجيب الرابعة طيب على كلامه محمد لما سلم تبين بأنها صارت خمس ركعات ومتأكد بأنها أربعة اللي صلاها وجاب ركعة خامسة ملعما ما في شيء الحمد لله تسجدين سجدتين للسهو وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كانت يعني الصلاة ناقصة كانت هذه الركعة تتميما للصلاة وتكميلا لها وإن كانت تامة وإن تجبت هذه الركعة فهذا ترغيم للشيطان هذا تبكيت للشيطان ترغيم للشيطان إخزاء للشيطان ما يضرك شيء ولله الحمد والمن طيب الحالة الثانية أم محمد تقول الله في الصلاة أنا أقولها لا صلاتي أربع ركعات لما سلمت تقول تأكد بأنها ثلاث ركعات في الصلاة الربعية الأمر سهل أيضا تقومين وتكبرين طبعا تقومين مباشرة وتبدأين بركعة الناقصة هذه وتكملينها وبعدين تسجدين للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام من أهل العلم من قال سورة المسألة نقصان إذن قبل السلام من أهل العلم قال لا هي سورتها نقصان لكن حصل زيادة بالتشهد والسلام الذي حصل في الركعة الثالثة فتسجد بعد السلام وأنت بالخيار بارك الله فيك واضح يمو محمد أعتقد بأنه واضح بهذا التمثيل وبهذا التصوير لمسألة النقصان والزيادة ترجمة نانسي قنقر